اشتركوا في القناة الشيطان يكمن في التفاصيل وجاء الدور على الباكستانيين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم أولا بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونحن نستعد لاستقبال زيارة الأربعين وطبعا ثانيا باستشهاد فل من المؤمنين الذين عاهدوا الله سبحانه وتعالى على أن يمبوا على طريق الحسين عليه السلام سواء في لبنان سواء في العراق وفي اليمن وفي الجمهورية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيران غير آمنة هذا تقرير روجته أو روجت له إحدى شبكات التلفزة وغيرها من قنوات قنوات التضليل الإعلامي التي تبث من خارج الجمهورية الإسلامية باللغة الفارسية وكما ذكرنا لكم سابقا لديهم مواقع باللغة العربية باللغة الإنجليزية وهناك جهد كبير منذ وقت طويل التركيز على إيران لجعلها غير آمنة استهداف الأمن في داخل الجمهورية الإسلامية هذا هدفهم منذ سنوات طويلة وظهر بوضوح بعد قضية الشابة الإيرانية مهسى أميني وتم الإعلان عن هذا المخطط وهذا الهدف بشكل صريح ما فيه يعني العدو لا يخفي مخططاته مع أن الكثير من مخططاته ربما لا يعرفوها وهذه سياسة الغموض التي يجب أن يتبعها الإخوة في لبنان في إيران في اليمن في كل مكان من الذين يخوضون معركة الشرف والكرامة معركة المقاومة يعني رد فعل الدفاع الدفاع المشروع هذا لازم نأكد عليه باستمرار لأن الآلة الإعلامية لهذا العدو ومن يسانده دائما تظهر المقاومة بأنها هي التي تعرض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلى الأخطار مع أنها تدافع عن نفسها تقرير يستند كما يزعم معدو هذا التقرير وناشروه في هذه الشبكات المتلفزة كما قلت لكم إلى بيانات عدة مؤسسات دولية هو ظاهره يتحدث عن السياحة في إيران لكن التركيز هو على إظهار أن إيران غير آمنة بل مو بس إظهار أن إيران غير آمنة لا العمل على استهداف الأمن في إيران وزعزعة الأمن في إيران وبالتالي إسقاط الجمهورية الإسلامية كما يقولون وكما تحدثوا سابقا في موضوع مهساء أميني نعم تقرير يتحدث عن أن إيران جاءت في المرتبة 73 في مؤشر تنمية السياحة والسفر من بين 119 دولة في العالم وأنها ليست من بين 40 دولة آمنة للسياحة في العالم هو أنت تجي أنت تمارس العنف في داخل إيران وبعدين تجي تقول تور إيران غير آمنة في هذا التقرير الذي تم إعداده بناء على ما يقولون أنه مؤشر تنافسي فيما يتعلق بالسفر والسياحة لعام 2024 احتلت إيران المرتبة 73 برصيد 3.72 المنتدى الاقتصادي العالمي وما أدراك ما هذا المنتدى وما هذه المنتدية وماذا تعمل ومن يديرها يقيس هذا المؤشر أو يستخدم هذا المؤشر فيما يسميه بتمية السفر والسياحة في العالم وبالتالي يعتمد الأمر على مقدار ما يمكن أن يقيم من علاقات مع هذه الدولة أو تلك وفق مصالحهم يذكر يعني تقرير تفاصيل بس أنا مو هذا قصدي هنا من هذه الحلقة أنا قصدي التركيز على نفس هذا الجهاز الذي يدير هذه الشبكة التلفزيونية وغيرها من الشبكات التي تريد إظهار الجمهورية الإسلامية غير آمنة عندما تستهدف قيادات كبيرة فلسطينية سابقا إيرانية في الجمهورية الإسلامية علماء نوويون استهدفوا في داخل الجمهورية الإسلامية كله لأنهم هم يعدون لما بعد تحت عنوان دور هذا الكيان أنا حريص بالمناسبة على استخدام بعض المصطلحات لأن مع الأسف كل وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات العلامية الرسمية التي نحاول نستفيد من هذه المنصات تفرض علينا وعليكم وعلى كل القنوات الملتزمة قيودا هائلة لمنعنا من التحدث من إدانة الإرهاب نحن الودين والإرهاب يمنعوك لأنهم يريدون بالشكل الذي يريده دور الكيان في دعم المحتجين الإيرانيين في مهساء أميني هذا مقال خطير نشرته مجلة نيوزويك أنا أشرت له سابقا في بعض البرامج هنا في خارج الحدود بس المهم أن هذا المقال وهو يعني أنا أقدر أقول خارطة طريق أعدت في نوفمبر 2022 للقضاء على الجمهورية الإسلامية وعلى كل دولة في العالم لا تريد أن تخضع لل ابتزاز شوف من اللي أعد هذا هذا التقرير أو هذا المقال نشر نشر في نيوزويك مجلة أمريكية العميد احتياط لبروفيسور جاكوب ناقل جاكوب يعني عقوب هو زميل أقدم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات كيان ولديه مؤسسة للدفاع عن الديمقراطيات وأستاذ زائر في كلية التخنيون للقضاء عمل سابقا مستشارا للأمن القومي بالنيابة لرئيس الوزراء النتن وعمل أيضا رئيسا لمجلس الأمن القومي في هذا الكيان وشخص آخر اسمه مارك مارك دوبوينز هو الرئيس التنفيذي للشركة هذه المؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات خبير في برنامج إيران النووي والعقوبات ومن هذا المال وحمل جمال شوف يتحدث أولا في البداية عن محاولات الإدارة الأمريكية الحالية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لكن في نفس الوقت يأتي ويركز ويقول بأنه نحن في هذا الكيان علينا لا ننتظر ماذا ستفعله الولايات المتحدة مع إيران فيما يتعلق بدعم ما يسمى بالاحتجاجات فيما يتعلق بمسائمين وغيرها يقول هذا الأمر يجب أن يتكرر يقول إليكم هذا نص أنا أنقله نصا إليكم خطة لإضعاف النظام وربما تكثيف الظروف التي يمكن أن تؤدي في يوم من الأيام إلى إيران حرة يعني أسقاط نظام الجمهورية الإسلامية يجب على هذا الكيان تكثيف الضغط الاقتصادي من خلال حملة من عمليات التأثير داخل إيران حيث وصل سعر الصرف كذا إلى الريال بعدين يجي يقارن ما بين سعر صرف الريال الإيراني في زمن الثورة الإسلامية في إيران قبل التسعة وسبعين وبعد قبل انتصار الثورة الإسلامية في تسعة وسبعين وبعدها بقليل ويجي وركز على كيف يمكن أن يدعم الكيان أولئك الذين يتم تشجيعهم على إعلان أضرابات أضرابات في المؤسسات المهمة مثل مؤسسة النفط وتعرفون جيدا أحبائي أن النفط مؤسسة النفط شركة النفط الوطنية في إيران تحديدا مع البازار الإيراني كان لهما دور كبير في إسقاط نظام الشاه عندما استجابوا إلى نداءات الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف فالأضرابات في شركة النفط دعم التجار للمضربين ولعموم الثائرين ضد نظام الشاه كلها ساهمت في إسقاط الشاه يجي يقول يجب أن نكرر هذه الحالة شون نكرر هذه الحالة هذا الذي يضرب عن العمل يعني يقول يشجعون الناس للأضراب في إيران عن العمل وإيجاد صندوق علني لدعم المضربين لأنه يقول لك هذا المضرب قد بعد ما يحصل ما يحصل على راتب فإحنا ندفع له بطرق مختلفة حتى يبقى دائما في الشارع ويسقط هذا النظام تدريجيا التركيز على الأجهزة الأمنية اغتيال رجال أمنيين شرطة عاديين بس يج عاديين ويجي يعلن يقول يجب أن نكون منظمة أو مؤسسة يمسويها للإعلان عن أسماء من يسمونهم بأنهم ظالعون في قمع الاحتجاجات يعني تتريد الدافع عن نظامك من الداخل لما تقدر هم ينشرون صورهم هم عملية رعب وعملية إثارة مخاوف ودعوة لتصفياتهم في الداخل حقيقة علنا علنا إلى أن بالأخير يقول بالأخير يأتي يقول يمكن لهذا الكيان أن تنتظر إدارة أمريكية لدعم هذه الثورة الإيرانية المستمرة يريدوها لكن بدلا من ذلك يعني بدلا من العودة إلى الاتفاق النووي المعيب القاتل كما يصفه يجب على هذا الكيان أن يركز جهوده على التخطيط للحر به ضد النظام في السنوات المقبلة حيث قد يضطر هذا النظام الكيان يعني إلى ضرب برنامج الأسلحة النووية الإيراني وبينما يعني تتعامل الصواريخ من الخارج لاستهداف الأمن الداخلي في إيران شلون الاستفادة من التليفون ومن الأجهزة الذكية التي حذر منها سماحة السيد الأمين العام حفظه الله تعالى في لبنان لكن لا يلده يجب لا يلده المؤمن من جهر مرتين لا إيران آمنة وسترد في ملعبها الذي تلعب فيه هي والمقاومة ابقوا معنا الشيطان الشيطان يكمن في التفاصيل كيف كيف قامت منظمة هومون رايتس ووتش بتبيض أكاذيب الكيان بشأن أحداث السابع من أكتوبر بالرغم من أن صحف الكيان بنفسه وصحف أمريكية أخرى وصحيفة الليبراسيون كما تذكرون الفرنسية ونحن ناقشنا ذلك كلها وصحف أخرى يعني حتى عربية طبعا بعضها لكن قليلة لكن التركيز الصحف الغربية أنت تجي هاي الصحف الغربية التي طالما تدافع عن هذا الكيان ولا تزال مؤسسات إعلامية كبيرة معروفة مثل بي بي سي نيوز اعترفت بأن الكيان ارتكب مجازر وعلى سبيل المثال مستشفى المعمداني على سبيل المثال قد قالوا في وقتها أنه هذا الحادث هو من عمل المقاومة وحتى يعني بعدها تجي فلات بي بي سي نيوز تقول لا لا هذا الفيلم الذي بثاه الكيان مفبرك رغم كل ذلك تجي في تقريرها الأخير لا تكتفي بتبيض جرائم الكيان في قتل من؟ المستوطنين أثناء عملية طوفان الأقصى بل التقرير يغفل أيضا أدلة حاسمة على أوامر جيش الاحتلال باستهداف زملائه المدنيين من الكيان طبعا عمدا يعني التقارير الصحفية مثل لبراسيون كما قلت لكم وهذا بالمناسبة حتى لبراسيون يعني هو يدين المقاومة في عملية طوفان الأقصى يدين يعتبر عمل أرهابي لكن في نفس الوقت من يجي يدقق في تفاصيل ما حدث في ذلك اليوم من عمليات استهدفت من يسمونهم بالمواطنين التابعين لهذا الكيان ومن عناصر الأمن والجيش يقول أنه أولاء كلهم قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي أصدرت منظمة هومان رايس ووتش يوم 17 يوليو تموز تقريرا بعنوان لا أستطيع محو كل الدماء من ذهني زعمت فيه المنظمة الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها أن قيادة المقاومة أصدرت أوامر لأعضائها بقتل المدنيين كذا من إسرائيل عمدا عمدا أثناء هجومهم على القواعد العسكرية والمستوطنات في غلاف غزة في 7 أكتوبر وشوان تستند المنظمة تستند يعني هاي الفرضية تقول على أدلة تشير إلى أن قادة المقاومة مذنبون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لأنه أخذوا معهم المخطط مكتوبا اللي خططوا لي شون نروح نقوم بالعملية عملية الطوفان في 7 أكتوبر في غلاف غزة مكتوب وبيه تعليمات إلى أنه أنتوا لا تبقوا المدني ولا تبقوا كذا وكواحد هو راح يسوي عملية يأخذي أضراق وثائق شل بيها شل بيها عموما السهنان هذه التقارير الاستقصائية الأقول الغربية تقول لكن هذا تقرير أمريكي يقول قراءة متأني لهذا التقرير تكشف أن منظمة أن منظمة هيوم الرئيس تستند في هذه الإدعاءات إلى أدلة مشكوك فيها وتتجاهل هذه المنظمة التي تسمى حقوقية عمدا الأدلة الأقوى تأثيرا التي قدمتها مصادر عسكرية من الكيان رسمية والتي تؤكد أن القادة العسكريين من هذا الكيان أصدروا أوامر لقواتهم العسكريين والمدنيين هيناتهم كنون لا تبقون حتى التقرير هذا أيضا يشير إلى أن هيومون هيومون رايتس ووتش تغفل عن عمد توجيخ هانيبال اللي هو يسمونه بروتوكول هانيبال معروف هذا التوجيه يعطي أوامر للقيادة للقوات العسكرية بالمدنيين والجنود بدلا من السماح لهم بالوقوع في أسر العدو القاعدة شنو أسير من عدهم أفضل من أسير من حي وكما وثقت صحف أمريكية مختلفة وكثير من المنافذ الإخبارية المستقلة فإن هناك تقارير متعددة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة العبارية تؤكد أن جيش الاحتلال استخدم طائرات طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وطائرات بدون طيار من طراز زيك ودبابات ميركافة لإطلاق النار بأسلحة ثقيلة عليهم من الكيان المستوطنين المدنيين والعسكريين داخل ما يسميها التقرير بالأراضي التابعة كذا بما في ذلك المستوطنات والقواعد العسكرية ومدينة سديروت وأراضي مهرجان يعني المنطقة التي أقيم فيها مهرجان نوفا الموسيقي تجاهل تقرير منظمة Human Rights Watch تقرير نشرته صحيفة هارتس وبالمناسبة هارتس أوقبت بقطع الدعم الحكومي المالي كيان يدعم كل دولة في العالم خاصة هذه الدول حتى في إيران تدعم الصحف أي صحيفة من تأخذ إجازة ترخيص تخصل على دعم حكومة سرمزي بصيط كبير بالنتيجة دعم مالي الكيان أيضا يدعم كل الصحف الموجودة حتى المعارضة تعتبر هارتس منتقدة منتقدة هي مو معارضة تجاهلت المنظمة تقرير المفصل النشرة في صحيفة هارتس المعروفة والذي أوضح وأكد بما لا يقبل الشك استخدام دولة الاحتلال لتوجيه هانيبال أو ما يسمى ببروتوكول هانيبال بالدقة في السابع من أكتوبر تشرين الأول هارتس تكشف أو كشفت في ذلك الحين الوثائق التي حصلت عليها بالإضافة إلى شهادات جنود وضباط وكبار القادة في الجيش عن سلسلة من الأوامر والإجراءات التي وضعتها فرقة غزة تابعة للكيان والقيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة لجيش بينقوسين الدفاع حتى ساعات بعد الظهر من ذلك اليوم سبعة أكتوبر يعني مما يدل على مدى انتشار هذا الإجراء يا إجراء توجيه هانيبال اشتعون عليه باستمرار مت بقي أسير حي انت لاحظت خلال الأشهر الماضية هذا الجدل الكاذب عن الحوار والله صفقة قريبين من صفقة سنقتربوا من صفقة عشر تشر أكثر من عشر تشر للأفراج عن الأسرة شو ما توصلوا بالعكس يقومون بعمليات عسكري إذا يستطلوا المعلومات أنه والله كتلث أسرة هنا موجودين تعرفون يعني المقاومة مو بس يعني مو بس هي الحركات المعروفة قامت بأسر من هذا الكيان لا الكثير من المواطنيين صارت فوضة بعد ما نفذت عمليات الطفان الأقصى والكثير من المواطنين أخذوا معهم أسرة وسكنوهم معهم في بعض الشقاق وبعض الأماكن اللي يتيقوا صفتها وأبيد وقتل أولئك الأسرة في تلك العمليات يعني هذا الكيان لا يكترثوا لمن يسمون بمواطنيه المهم هو عنده استراتيجية إبادة الشعب هذا الفلسطيني واستخدام واستخدام كل أنواع الإرهاب لتحقيق هذا الهدف أموما تقرير هومان رايتس ووتش مع كل الأسف يحاول أن يوثق الأحداث التي حصلت في مواقع متعددة في يوم السابع من أكتوبر بطريقة يحاول فيها تطهير جرائم الكيان التي استمرت طوال هذه الأشهر الأخيرة هذا الكيان الذي قام على الإرهاب ويعترف بأنه ينفذ هذه العمليات الإرهابية بأشكال مختلفة نعم هو لا يزعم أو لا يتحدث مباشرة عن تبنيه بعض العمليات لكن بالنتيجة هو الذي ينفذ هذه العمليات مع كل الأسف تقرير صحيفة أمريكية اسمها ذي كرادل يقول تستخدم منظمة هومن رايس ويش لغة سلبية للإشارة إلى عدد القتلى في المهرجان مهرجان نوفا هذا مهرجان نوفا الذي سيقرب مضاجعهم مما يشير إلى أن المقاومة أنا أقول المقاومة هم يقولون للإسم وفلسطينيين آخرين هكذا يريد أن يظهر التقرير هم الذين قاموا بعملية القتل التي حصلت في مهرجان نوفا والتي راح ضحيتها 364 ينقل التقرير شهادة مدير أمن مهرجان نوفا روي جي الذي قال أنه أحصى ما لا يقل عن 300 جثة على الأرض بعد انتهاء القتال ولكن منظمة الإنقاذ الطوعية المشبوهة زاكا مع أنها تحاول أن تؤيد تقرير منظمة هومن رايس ويش لكنها تقع في مطب الاعتراف بأن الجيش التابع لهذا الكيان ارتكب هذه الجرائم بحق المستوطنين في هذا الواقع نستطيع أن نقول أن ارتباطات مثل هذه المنظمات مثل هذه المنظمات المشبوهة مع أجهزة استحبارات أيضا مشبوهة ومع جيش هائل من المتصهينين العرب المبثوثين هنا وهناك خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي يهدفونه بشكل مباشر دائما إلى تهيئة الأجواء لاتفتكاب عمليات اختيال وتنفيذ عمليات جرائم جديدة من قبل هذا النظام لتبرير الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني أبقوا معنا بعد سنوات من الهجوم على الإيرانيين في زيارة الأربعين جاء الدور على الباكستانيين هذا الفيلم سيبقى يتكرر باستمرار مخطط موجود يجب أن ينفذ كل عام قبل زيارة الأربعين قبل زيارة عاشوراء بشكل خاص قبل زيارة الأربعين لأن زيارة الأربعين أثبتت بأنها بالفعل تثير رعب أولئك الذين يخشون من هذه القوة الناعمة التي يمتلكها المسلمون وتحديدا أتباع مدرسة أهل البيت لأن الحسين عليه السلام هو لكل المسلمين بل هو لكل الأحرار فأن تنهج نهج الحسين وأن تذهب إلى قبر الحسين وتأخذ من هذا الإمام العظيم دروسا في الثورة ضد الطغاة وتتعلم منه دروسا في الكبرياء والمقاومة والصبر والصمود والإصلاح وتحدي القوى الكبرى وقوى الهيمنة هذا ما يخشونه هذا إذن هو ليش النظام السابق نظام صدام حسين أنت تعتقد هو كان يركز على استهداف الزيارات واستهداف المواكب الحسينية هو كان هدفه فقط ققصة الزيارات الدينية يعني موضوع فقط طائفي لا لا الطائفية هذا غطاء وحنا شفنا خلال السنوات الماضية كيف هزم هذا المشروع في العراق بفتوى من سماحة الإمام السيد الأعلى السيد علي خامن أخاء علي سستاني حفظه الله تعالى وأيضا بفتوى من سماحة الإمام السيد القائد علي خامن فيما يتعلق باحترام الرموز لكل المدارس أتباع المدارس خاصة ما يعني هزمنا بالتوصيف سنة وشيعة وبتوصيف آخر مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت عموما مو المشكلة بالكلمات والتسميات المشكلة أن زيارة الأربعين لم تعد حدثا محليا أو إقليميا بل تجاوزت الحدود وأصبحت حدثا عالميا تتداوله وسائل الإعلام الإعلامية الكبرى تعال شوف هنا في بريطانيا كل سنة كل سنة صحف مثل على سبيل المثال صحف غيرها صحف كثيرة تسلط الضوء كل سنة أنا ملي شغل بالأهداف تسلط الضوء مع أني لاحظت في السنوات الماضية لا يعني بدأوا يتحدثون أنه زيارة الأربعين يصفونها هكذا بأنها أعظم تجمع ديني في العالم وتفوق حج المسلمين إلى مكة بنحو خمس برات هذا الاندبينتد من حيث عدد الزائرين اترك الأهداف بس شوف عنهم يقرون بأن عندك أنت قوة ناعمة هائلة تستطيع أن تفعل بها ما تشاء لو أحسنت الاستفادة منها لهذا يتم التركيز كل عام على زيارة الأربعين شلبوا لك بالإيرانيين ولا يزالون ولاحظت في السنوات الماضية محاولات الاعتداء عليهم الإساءة إليهم وليش يجوون يأكلون ويشربون مع أنه وهذه ميزانية الدولة سهلة لا أريد أحد أن نتحدث عنها لا أريد أن نتحدث عن الكرم العراقي الذي يتحدث عنه سماحة الإمام السيد علي خامنعي وكل العالم هذا الكرم العراقي الفاخر ومو بس ظهر في زيارة الأربعين ظهر في مباراة كخليجي 25 تذكرون كل الزيارة في البصرة هذا هو العراقي هس يجوك يدخلونك من باب آخر قبل دخلوا على الإيرانيين قضية والله عايبهم موحد يذكر هاي التفاصيل تذكروها جريدة الشرق الأوسط ومناسب نفسها جريدة الشرق الأوسط هنا في بريطانيا نفسها اللي نشرت ذيك المرة ذيك الشغلة السيئة واللي أثارت غضبكم وطلعتوا مظاهرات وأنا واحد من الناس هنا شاركت في مظاهرات أمام مبنى الصحيفة احتجاجا على ما نشرته من تشويه متعمد للزيارات وأيضا بالفارسي القنوات الفضائية بالفارسي وأنا شاركت في بعضها دفاعا عن زيارة الأربعين عن الحق كيف كانوا بالفارسي يقولوا للإيرانيين شكل والله العراقيين يروحون المشهد أيضا لإهداف لها علاقة بالخدمات بين قدسين الجنسية والعياذ وبالله يشوهون هنا ويشوهون هنا هذه صار لهم فترة وله هذا هم جديد استهداف الباكستانيين وما نريد نقلب بعض الأوراق المؤلمة عن استهداف سماحة آية الله العظمى السيد الشيخ بشير النجفي هو يفخر بالنجف لأنها عاصمة الإمام علي ويركز البعض ممن يريد تشويه سمعة الباكستانيين ويعطي هذه العرقية والقومية والوطنية والأقليمية بشير الباكستاني مش العيب الباكستان الباكستان التي تعرف أنت أول من أول من كشف مؤامرة كتاب آيات الشيطانية هم الباكستانيون تذري لهم قبل إيران وخرجوا مظاهرات في باكستان قدموا شهداء احتجاجا على نشر كتاب آيات الشيطانية التجديف المسيء للإسلام ولرسول الله ولأهل البيت وللصحابة ولزوجات النبي ليش بعد هذه الحملة التي استدفت الباكستانيين هذه الكذبة اختفاء خمسين ألف زائر باكستاني يروحون ينفذون عملية إرهابية تستهدف أتباع مدرسة أهل البيت في باكستان ليش 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 لأن أصداء زيارة الأربعين وصلت إلى أقصى بقاء العالم وبدأت الدعوات إلى إدراج هذه الزيارة المليونية في موسوعات الأرقام القياسية ضمن أقسام أكبر تجمع بشري بس مو بس هذا مو أنت وراها هي مو بس طقوس هي دروس أم يخشون من الدروس وأطول مائدة الطعام في العالم هذه المؤسسات التي تبحث عن الأرقام القياسية تركز على هذه وأكبر عدد للمتطوعين في حدث واحد وغيرها من الأمور التي تجعل من زيارة الأربعين من أهم وأبرز التجمعات في العالم المرجع آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي حفظه الله تعالى ورعاه فسر آية وسيق الذين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا فسرها بطريقة أثارت رعب هؤلاء فيما يتعلق بخدمة بخدمة أو خدمة زوار الحسين وخدمة زوار الحسين وأصحاب المواكب والحسينيات فسرها تفسيرا بديعا أرجوكم شوفوا هذا الفيديو تفسير الشيخ المرجع بشير النجفي لآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا تحدث آية الله الشيخ بشير النجفي عن تفسير هذه الآية هي الآية 73 من سورة الزمر المباركة وربطها طبعا وفق منهج أهل البيت وفق الأحاديث التي ويعرف قيمة هذه الأحاديث وعلاقة وعلاقة ذلك بخدام الإمام الحسين عليه السلام لهذا يجون طلعون اختفاء خمسين ألف حاج باكستاني في العراق ونقلتها صحيفة من الصحف الباكستانية في البداية وبعد ذلك يجون مطبل جماعة الوحدة 8200 أحبائي هذا المخطط مدروس طبعا السانة ما عارض أحتي لهم ما عارض أجيب لك كل الأدلة التي تثبت كذب هذه الكذبة لأنه وزارة الخارجية العراقية وزارة العمل العراقية وزارة الخارجية الباكستانية كلهم نفوا وقالوا أكو لبس في الموضوع وخلاص انتهي الموضوع بس أنا أريد أن أشير إلى أن هذا المخطط مدروس لتشوي سمعة الزائرين الباكستانيين وهو امتداد لمخطط استهداف المرجعية العامة بشكل عام ومرجعية الشيخ بشير النجفي وعموم المرجعيات الدينية وتقسيمها إلى مرجعية إيرانية باكستانية أفغانية عربية عراقية هذا الوتر سلمان ومنا أهل البيت بلال الحبشي صهيب الرومي وهذا الإسلام له غيره عموما أستطيع أن أجزم بما لدي من وثائق أن كل ما نشر عن هذا الموضوع فيما يتعلق باختفاء خمسين ألف باكستاني كذب مطلق وهذه المنطقة اللي نشروا صورها يسمونها منطقة النجف هذه معظم كل سكانها من الأراقية منطقة بسيطة لكن في المقابل طبعا أكو بعض الباكستانيين يجون يزورون في حاش وراء وحاول يبقى إلى الأربعين وراء الأربعين يروح أثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين إيش قد مريد إيش قد مريدون يبقون خلي يبقون هذه عاصمة الإمام علي نعم تقنين والله دخلوا لي ها تقنين العمالة هذا يؤثر على العمالة أنت عندك هدف أنت تريد تضرب مشروع الزيارة وتجي تتحدث بهذه الطريقة موائمة كل مكرمة تسابعين بمن يسمونهم ببقايا الحجيج إيش قد أكون الآن شخصيات شخصيات عوائل سعودية مرموقة أصبح لها شأن أموال عندهم ثروات خائلة هم من بقايا الحجيج شو المشكلة التقنين نعم مطلوب بس احذروا هذه الفتن التي يخطط لها في مراكز التفكير الصغيونية ومن يروج لها بين ظهرانيكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر